بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه علاجك من البيت علاجك من البيت النهاردة نتكلم عن نوع من أنواع التوابل موجود في الشرق والغرب موجود في الهند والصين وموجود في مصر والخليج التوابل دي اسمها الحبهان في دول الخليج السعودية وكويت والإمارات والبحرين سموها الهيل أو يسموه الهيل ويضاف الهيل للكبسة ويضاف إلى الشيء أو الأهوة العربي في الدول المغرب العربي تسمى القعقلة القعقلة ذا اللي هو الهيل أو يسموه في دول دولة العراق بقاعل قلة أو قاعل قلة الحبهان الأحبهان بالنسبة في مصر بيستخدم بدرجة محدودة في عمل الشربة خصوصا ما يكون لحد بيعمل شرب الدجاج ويحس أن الشربة زفرة شوية فيقول لك نحط فص حبهان يخلي طعم الشربة فيها رائحة جيدة ولكن استخدامه في الكبسة في الخليج منتشر الحبهان استخدامه في الشربة مهم طب بعض العلماء قالوا لا دا الحبهان يخفض الوزن شو بقى الكلام بعض الناس يقول لك طب الشوء اللي ما عرفش يعمل القهوة العربي والقهوة العربي ديها تأثير على أنها تقلل الوزن عشان نضاف إليها الهيل أو الحبهان طب هندي طريقة بسرعة يا ريت اللي عايز يخس خصوصا من إخواننا وأخواتنا نقول هات أربع حبات حبهان في كباية مية سخنة تتركها لمدة خمس لعشر دقايق واشربها قبل الأكل بنصف ساعة شوف وزنك هيحصل فيه إيه مسألة سهلة هنجيب كباية مية مغلية أربع حبات حبهان غطي كباية لمدة خمسة لعشر دقايق اشرب الكباية قبل الأكل بنصف ساعة واشوف الوزن خلال شهر هيحصل فيه إيه ويا ريت تتابعوا معنا تكتبوا تعليقاتكم وتقولوا أن انتوا جربتم واللي فيكم بيعرف اسم تاني للحبهان يريتوا يكتبهن في التعليق أو يكون في بلده بيسموه باسم آخر يريتوا يعرفهن الحبهان أما جم العلماء يبحثوا في مكوناته والفوائد اللي فيه فوجدوا أنه فيه مضاد حيوي طبيعي ويمكن ده بيبقى سؤال بيجينا كتير من المرضى عايزين مضاد حيوي طبيعي عندي التهابات بكتيرية والدكاترا كتابولي مضاد حيوي وممنوع من المضاد الحيوي لأنه عندي مشكلة واحد واثنين وثلاثة فيه أمراض دلوقتي الدكتور مش عارف يدي إيه المريض فبنقول في هذه الأحوال الحبهان يحل محل المضاد الحيوي تحت إشراف الطبيب واتخذ كل 8 ساعات كوب فيه 3 حبيات وتستففه مياه مغلية وتتشرب بفضل الله بتأتيب نتائج جيدة لأنه هو قاتل عام للبكتيريا يعني مش متخصص في بكتيريا معينة ده بيسموها باللغة الإنجليزية كده برودي سبيكترم برودي سبيكترم يعني إيه واسع المفعول أو الانتشار مضاد للبكتيريا في ربنا سبحانه وتعالى جعل الحبهان مفيد في هذا بيقولوا أيضا أنه مضاد للإكتئاب الناس اللي بيتغربوا ويبعيدوا عن أسرهم ممكن جالي سؤال الأسبوع الماضي أخ يعني جالوا عقده وكان نفسه وحالته المعيشات صعبة فما سافره ساب أسرته دخل في حالة لإكتئاب الحاد فأقول لنا مش عايز أخد دواء هل ممكن أخد بعض الأعشاب طبعا ما سافطره من ضمن الأعشاب الحبهان إن لو نشرع بالحبهان نجد مضاد للإكتئاب بعد الولادة مباشرة بيحصل حاجة اسمه اكتئاب ما بعد الولادة بيصيب نسبة كبيرة من النساء نقول لهم شرب الحبهان ويقارد بنفس الطريقة ونخليه خفيف بلاش نغليه بفضل الله له تأثير جيد جدا على علاج الإكتئاب بعض الناس يسألوا ما فيش حاجة غير القرومفل توسع الشعب الهوائية نقول لهم الحبهان طبعا والنعناع نتكلمنا في حلقات سابقة ولكن ممكن حلقة النهاردة نتكلم عن الحبهان وأثروا جيد على علاج الرب الرب عبارة عن الشعب الهوائية اللي كانت متسعة تديق وتعمل إفرازات بقى المادة مخاطية المادة دي تسدها كمان الواحد يجي يتنفس كأنه بيتنفس من صفارة عمالي رايح جاي الصوت الناس اللي جنبه سمعينه وكتير من الأزواج تقول زوجي صوته واناين بالليل صفارة أو العكس زوجتي في صفارة نقول لو احنا بدأنا نشرب الحبهان قبل النوم بفضل الله الرب واللي بيحصل كده حوالين الفجر بيقل جدا وبفضل الله التنفس بيكون أحسن الحبهان ليه دور كبير جدا على نظارة البشرة ونظارة البشرة ما نتقولش يا أسنان البشرة بتاعتي سنها كم سنة لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينضر وجوهنا يوم القيامة لذلك ربنا بقول وجوهنا يومائزين ناضرة لربها ناضرة يوم القيامة تبدأ فعايزين بتحسن البشرة وتقلل التجعيد مهما كان السن طبعا من علاج حب الشباب بنضيف له الحبهان بيجيب نتيجة طيبة جدا بيفيد في علاج الشعر ومن قومة التساقط الناس اللي بتعمل زيوت لشعرها يريد زيت الحبهان لو تضاف للزيوت بيقوي الشعر يمنع التساقط يخلي الشعر صحية ما تبقى الشكلها كتيرا ما تمسك الشعرات لها تتقطم وتحس ان هي مريضة تعبانة لكن مع استخدام الحبهان بفضل الله بتتحسن الحبهان ايضا يخفض ضغط الدم المرتفع مدر للبول الناس اللي عندهم يقولك على محس ان البول عندي ضعيف لا مجرد مشر حبهان يلاقي فيه دفاع وقوة في البول بتحسن مستوى القلب كفاءة القلب يعني جالي مريض كان عامل كفاءة قلب ووجد قلبه 60% فما وصفت له الحبهان بعد شهرين جاي بيقول لنا عملت الكفاءة القلب لقيتها زادت 10% بقيت 70% وقلت له الحمد لله ده بفضل ربنا اولا ثم باستخدام الحبهان بياق الجسم من الاصابة والسرطان خصوصا ما يبقى فيه في الاسرة عيلة مصابة يعني الجدة كان عندها والام جالها سرطان سادي يبقى احنا بندي الحبهان للأسرة والبنات العيلة علشان ما يظهرش عندهم السرطان من تاني الحبهان بيقضي على البارد والانفلوانزا ووجدوا منه علاج لانفلوانزا الطيور وانفلوانزا الخنازير والسارز وكورونا ايه ده؟ كل ده من الحبهان طبعا وذلك نجد لو روحت اي مطعب الهند الصيني الباكستاني اي مطبخ نجد ان الحبهان جزء لا يتجزأ من مكونات طعامهم بيعالج الصداع الناس اللي مصدعا ما تشرب كبات حبهان تلاقي الصداع خف شوية وايضا يعالج الانيميا لاحتواء على نسبة عالية من الحديد لذلك احرص في الشربة اللي بتعملها واي اكل تحط فاصة اثنين تلاتة حبهان هيبقى وقاية لكثير من الامراض خاصة امراض السرطان وعلاج لكثير من الامراض زي الراب والشعب الهوائية والالتهابات المزمنة لانه في مضاد للبكتيريا واسع المفعول في ختام هذه الحلقة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزدنا علم واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته